حاولت الدول الغربية خنق الاقتصاد الروسي بعد الحرب في أوكرانيا عبر تفعيل نظام العقوبات لكن الحصار الاقتصادي ذلك لم ينجح في إيقاف نزيف الحرب ولم يسهم في انهيار اقتصاد موسكو حتى اللحظة وفق صحيفة اللومهند الفرنسية على الرغم من تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من قرن إلا أنها نجحت في تحقيق الاستقرار في نظامها المالي وعاد سعر الفائدة إلى مستواه قبل الحرب والتخلف عن السداد تؤكده مؤسسات مالية دولية وينفيه الكريملين الذي يتمسك بقدرة موسكو على سداد ديونها في المواعيد المحددة نحن نحلل الموقف عدم وصول أقصاد ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات ليست مشكلتنا موسكو أكدت دفع الأموال بالعملة الأجنبية منذ العشرين من مايو الماضي لكنها أقرت بأنها لم تصل إلى الدائنين لأن وسط البنوك جمدوا المدفوعات بسبب العقوبات هذه ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها روسيا عن السداد حيث يعود تاريخ آخر تخلف عن سداد الديون الخارجية إلى عام 1998 حين هزت البلاد أزمة الربل التخلف عن السداد هزة أحدثتها العقوبات تأثير يراه الخبراء محدوداً ما يفتح الباب مجدداً عن جدوى تلك العقوبات الاقتصادية المفروضة ومدى فعاليتها ترجمة نانسي قنقر